بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل قراءة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب كتاب المراجعات بين شرف الدين سيد الحمد الحسين شرف الدين والشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل مئة عام مئة وخمسة عشر عاما أطرح هذا السؤال في الحقيقة بمناسبة يعني التوجيه الشيخ أحمد الطيب الإمام أحمد الطيب نداء إلى علماء الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي إسلامي بهدف نبذ الفتنة والنزاع الطائفي وأيضا قوله أن هذه الدعوة أتوجه بها إلى إخوتنا من المسلمين الشيعة فإنني على استعداد ومعي كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين لعقدي مثلي هذا الاجتماع بقلوب مفتوحة وأيدي ممدودة للجلوس معا على مائدة واحدة وحدد إمام الأزهر هدف الاجتماع بتجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف الإسلامية مقترحا أن تنصم قراراته على وقف خطابات الكراهية المتبادلة وأساليب الاستفزاز والتكفير وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل أشكالاتها ورواسبها السيئة كما شدد على ضرورة أن يحرم على المسلمين الإصغاء لدعوات الفرقة والشقاق وأن يحذروا الوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان واستغلال الدين في إثارة النعرات القومية والطائف والمذهبية وما إلى ذلك المهم الشيخ أحمد الطيب حفظه الله هو داعية وحدة إسلامي وكثيرا ما يكرر هذه الدعوات وكثيرا ما يقف أمام الدعوات التكفيرية التي تحاول تقسيم المسلمين والتفريق بينهم بتضخيم بعض الخلافات أو توجيه اتهامات باطلة إلى هذه الفئة أو تلك وفي الحقيقة هذه ليست أول مبادرة من شيخ الأزهر من شيوخ الأزهر بصورة عامة إنما هي دعوات مستمرة ومواقف مشرفة مستمرة وقد استجاب لهذه الدعوة عدد من العلماء الشيعة في لبنان اتحاد علماء المقاومة والسيد علي فضل الله ابن السيد محمد حسين فضل الله ومجمع التقريب في إيران أيضا ثمن هذه الدعوة واستجاب لها ونعمل إن شاء الله أن يجلسوا ويناقشوا مواضيع الخلاف اشتركوا في القناة